أهلاً وسهلاً بحضراتكم الحقيقة برضو معسكر النادي الأهلي في الإمارات واحد من أنجح المعسكرات اللي خضها النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة الحقيقة استغلال جيد جداً وأكثر من رائع لفترة التوقف الأهلي لعب مباراتين واحدة مع فريق أخدود وخسرنا اثنين واحد وفريق حتى الإماراتي وانتهت بالتعادل بعثة النادي الأهلي عادت إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر صباح الأحد مرسيل كولر الحقيقة كان حريص على منح اللاعبين أربع تيام أجازة وحيستقنف الفريق إن شاء الله ابتداء من يوم الخميس المقبل لتدريباته استعداداً لارتباطات النادي الأهلي المقبلة واللي حيستهلها النادي الأهلي بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مواجهة مهمة جداً جداً من أجل إن شاء الله إن شاء الله لو ربنا كرمنا هنحجز بطولة أو بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في مشوار الحفاظ على اللقف الإفريقي الجهاز الفني الحقيقة طبعاً أن يتم أو يصاب نجم كبير زي محمد الشناوي في وقت صعب زي اللي إحنا فيه بخلعة في الكتف والحمد لله أجرى جراحة في ألمانيا ولكن الجهاز الفني إن شاء الله قادر على تخطي الصعاب والسير نحو تحقيق الأهداف المطلوبة الحقيقة بس قبل ما أسيب حضراتكم على التأرير أنا دايماً كنت بقول لحضراتكم كلمة وكلمة يمكن الناس كب تتضايق وتقول لي أسلام أنت يعني يا جماعة من فضل حضراتكم ما تاخدوش الأخبار الرسمية إلا من خلال قناة الأهلي أو المركز الإعلامي للنادي الأهلي من فضل حضراتكم ودي للمرة المليون بقول هذه الكلمة لأنه الحقيقة يعني ما ينفعش حضرتك تحاسب تحاسبني أو تحاسب النادي الأهلي يعني على اكتهادات حدثت وبالمناسبة قد يكون حصل تفاوض وحصل وكل حاجة ما عرفش إيه اللي حصل لأن إحنا في مركاته شتوي فمن حق النادي الأهلي أن يتفاوض مع من يريده مش من النادي الأهلي بس أي حد في العالم من حق أنه يتفاوض ولكن إن حضرتك تيجي علي أنا وتقول لي أنت السبب في خروج منتخب مصر عشان ندي الأهلي يتفاوض مع أبو جبل وأنا عندي خسارة كبيرة جدا لإصابة نجم كبير زي محمد الشناوي عشان كده أنا دايما أقول لحضراتكم خدوا بالكم من الكلام اللي بيحصل ممكن يكون حصل وممكن ما يكونش حصل ممكن يكون حصل ولم يستكمل وممكن يكون ما حصلش من الأساس والفايصل هنا إيه؟ حاجة واحدة بس أو حاجتين المركز الموقع الرسمي للنادي الأهلي وقناة النادي الأهلي المركز الإعلامي للنادي الأهلي ومدير أستاذ جمال جبر أول بول أي أمور بتحصل بنقول لحضراتكم من خلال مركز الإعلامي ودائما بيكون هناك اتفاقات ما بين القناة والمركز الإعلامي في كل شيء فبتلاقونا طلعين مع بعض في مثل هذه الأخبار هل المركز الإعلامي أو أي مصدر مسؤول أو الموقع الرسمي للنادي الأهلي طلع قال أن النادي الأهلي تعقد مع أبو جبل مثلا لم يحدث طلع حد في خناة النادي الأهلي قال أن الاهلي تعقد لم يحدث فاوض ما فاوضش دي مش بتاعتي أنا معرفه والله معرفه ولا حد يقدر يحسبني على هذا الكلام لكن الناس جاءت تقول لك أصل أنتو النادي الأهلي دائما ما يحافظ على كل شيء جيد في هذه الأمور عشان كده أنا دائما نقول لحضراتكم خدوا بالكم من هذه الأمور ما تصدقش ما تصدقش حاجة بتحصل إلا عندما يتم الإعلان تم الإعلان عن صفقة وسام أبو علي من خلال قناة النادي الأهلي في مكالمة ما بين الكابتن أمير توفيق والكابتن عدل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي وتم الإعلان بعد كده عملنا لقاء مع الوسام أبو علي من خلال شاشة قناة النادي الأهلي قبلها تم الإعلان عن كل صفقات النادي الأهلي من خلال المركز الإعلامي والفيديوهات اللي بتتعامل إيه اللي يخلينا نستعجل ما فيش حاجة ننتظر الإعلان رسميا عن أي شيء أنا هنا مش بتكلم عن ما حدث خلال الأيام السابقة لا أنا بتكلم دايما بشكل عام عن أي شيء يخص النادي الأهلي انتظر الإعلان الرسمي سواء من الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو من قناة النادي الأهلي الرسمي كان مهم جدا أن أقول لحضراتكم كلمتين دول فيما يخص هذا الأمر تحديدا لأنه انتشر كتير اليومين التلاتة اللي فاتحوا